الآن أنا سأذكر ثلاثة أشياء مهمة جدا 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 أنا لا أقول قلة من يعرفها ما بدأنا نحن نحول الاتجاه وهذا ما يحكي عن حاله لكن أنا أقول من أندر النوادر مو قلة من أندر النوادر من يعرف هذه الأشياء فمن فضل الله علينا أنه علمنا وأنه وضح لنا هذه الأشياء نحن في عندنا شيء في الشريعة اسم النصوص القطعية النصوص القطعية النص فيها قطعي الحق فيها واحد لا تقبل الخلاف بأي شكل من الأشكال كل من وافق النصوص القطعية هذا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني الآن بغض النظر نحن عن تفصيلنا أشاعر ما تريدية سلفية صوفية بغض النظر التسميات كثيرة ونحن ما بدأنا نقف مع التسميات يعني أحيانا بيجيني رسالة على الفيسبوك شيخ أنت شو طريقتك؟ أنت أشعري ولا لا؟ طيب يا أخي شو بدك بسؤالي؟ أنت اسمع كلامي وأنت لك عقل من الله عليك بهذا العقل فإن رأيت كلامي يعني جيدا خذه أما أنت تريد أن تصنفني بالتسمية؟ يعني قد كم نحرم من الخير بسبب التسميات؟ فلانسوفي لا تسمع له ومو الصحابي قالوا له ضع الكرسف في أذانك ماذا قال؟ قال أنا رجل عاقل لا بدي أسمع ماذا يقول؟ جيد هاي الفكر فنحذر أولا أن تصدنا التسميات تمام؟ التسميات نحن نريد أن يعني القضية الحق بغض النظر من قالها يعني الآن إذا جاء شخص مجوسي وقال عن الماء بأنه حليب هل نقول أو مثلا قال عن الماء بأنه ماء؟ هل نقول لا كون القائل مجوسي هذا الماء ليس ماء؟ نقول الماء ماء سواء قال المجوسي أو قال غيره وإذا قال عن الماء حليب نقول لا بغض النظر حتى لو كان القائل من الأولياء والعلماء نقول هذا مخطئ تمام؟ ففي عندنا قواعد كلية الآن أنا سأذكر بعض الأشياء هي من القطعيات التي لا تقبل الخلاف أبدا بأي شكل من الأشكال مثلا هل هناك حج في غير مكة المكرمة؟ لا يوجد هذا شيء في حدا خالف فيه؟ هل هناك صلاة إلى غير القبلة؟ هل هناك أكثر من خمس فرائض مشروعة في اليوم والليلة؟ لا هي كلها شو اسمها؟ قطعيات القطعيات النص فيها قطعي لا تحتمل الخلاف والحق فيها واحد ومن يخالفها ليس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام وإنت الآن تسألني كيف نحقق شو؟ مفهوم الأمة نحن لما نقول من خالف هذه القطعيات ليس من الأمة بغض النظر ماذا صنفه الناس أو صنفه الدعاة أو صنفه طلاب العلم في عندنا قضايا كلية صلاة الظهر أربع ركعات الزكاة اثنان ونصف في المئة الصيام في شهر رمضان المبارك الحج في مكة المكرمة وهكذا في عندنا كليات كثيرة متفقة عليها الأمة بغض النظر عن هذه التفاصيل هذا المحور الأول هذا المحور الأول أنه عندنا شيء اسمه قطعي الذي يؤمن به الحق فيه واحد والمخالف فيه ليس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان أبي وأمي هذا الكلام واضح فينا نسميها مستويات مش محاور في المستوى الأعلى أو الدرجة الأعلى هي هذه الكليات بغض النظر هذه الكليات فينا نسميها كليات نستطيع أن نسميها قطعيات نعم نستطيع أن نسميها يقينيات لا مش حتى في الصلاح هذا في المستوى الأول أن هذه الأشياء لا تقبل الخلاف بأي شكل من الأشكال نعم طيب في عندي شيء آخر هو الظنيات الظنيات انتبه القطعيات الحق فيها واحد والرأي فيها واحد ولا تقبل الخلاف نعم الظنيات الحق فيها واحد والرأي فيها متعدد وتقبل الخلاف واضح الجملتين القطعيات الحق فيها واحد والرأي فيها واحد أو يمكن يقال لا رأي فيها لا خلافة فيها الرأي فيها واحد أما الظنيات الحق فيها واحد والرأي فيها متعدد طيب ما سبب تعدد الرأي أنها ليست واضحة يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكابين الباء هنا ما معناها باللغة العربية الباء لها حوالي عشرة معاني ابن مالك يقول في الألفية بالبستعن وعدي عوض ألصقي ومثل مع ومنوعا بهنطقي هاي كلها معاني الباء هل يستطيع أحد أن يقول الباء هنا هذه قطعا هي للإلصاق نقول لا ليس شرطا ممكن تكون للإلصاق يعني مثلا الإمام هناك من الآن من قال الباء زائدة امسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم فإذا اعتبرنا الباء زائدة يطلب مسح الرأس كاملا صحيح والذي قال للإلصاق رأي الحنفية قال الإلصاق هو أن تضع يدك على رأسك وهذا يحقق الربع فالواجب ربع الرأس تمام فنحن نقول الآن أصل المسح قطعي لم يخالف فيه أحد من المسلمين في حد من المسلمين قال الرأس لا يمسح لا هذا في المستوى الأول في المستوى الأول قطعي لكن المستوى الثاني كم أمسح ما هو المقدار الذي أمسحه طيب قد يسأل بعض الله عز وجل إذن هو من وضع لنا هذا الخلاف صحيح يبدو أن هناك حكم لا مو بس وضع لنا هذا الخلاف صرح بفقاء على رب العالمين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم والإمام الراجي قال لذلك إلى الخلاف هذه الخلاف أخي الكريم في القطعيات ظاهرة مرضية الخلاف في الظنيات ظاهرة صحية يعني ربنا يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة يعني تخيل نحن جالسين بقاعة كلنا نفس المستوى في الذكاء نستفيد من بعض لا نستفيد طبيعي جدا أنت ترى شيئا أنا أراه من زاوية أخرى لذلك علماؤنا كانوا يقولون يقولون المذاهب الأربعة عقول أربعة للإسلام لأن الإسلام أعظم من أن يحيط به عقل الواحد يعني الآن أنا علماؤنا يضربون مثال يقول إذا إنسان الآن التقط لصورة أمامية فجاء شخص والتقط الصورة خلفية الصورة غير لكن شخص نفسه وجاء شخص التقط الصورة من اليمين أو الصورة من الشمال هذه أربع صور لمجسم واحد الزاوية التي رأى منها الإمام أحمد الإسلام تختلف عن الزاوية التي رأى منها أبو حنيفة الإسلام لكن هذا بأي مساحة؟ في المساحة الظنيات في الظنيات فنحن نقول وهذا كلام دقيق جدا جدا وأنا عم بقول لك كلام هذا صلب الأصول صلب الفهم صلب الفقه للكتاب والسنة القطعيات الرأي فيها واحد الرأي فيها واحد والحق فيها واحد جميل الزنيات الحق فيها واحد والرأي فيها متعدد بناء على أن الرأي فيها متعدد هل أستطيع أن أسعى لرفع الخلاف؟ لا أستطيع يعني لا يرتفعوا فيها الخلاف ولا يعرفوا فيها الحق غالب الظن أخي الكريم 60% 70% يقولوا في عندنا قاعدة بالمنطق بتقول نهاية المحسوسات بداية المعقولات نهاية المحسوس بداية المعقول أنا الآن أتابع شخص أنا لا أشغل عقلي أنا أعمل بصري الآن هذا الحس آخر الطريق عندنا طريق على اليمين منعطف إلى اليمين دخل في المنعطف أنا ما عد رأيته لأ بدأت أشغل عقلي أقول لعله ذهب إلى المكان الفلاني لعله ذهب إلى المكان الفلاني طيب هل عندي قطع أين ذهب؟ لماذا أسعى إلى القطع؟ لماذا أسعى إلى القطع؟ لا عندي أي أمارة إلى القطع حتى هناك أمور ظنية في الأصل هي من باب الظنيات العلماء اتفقوا عليها لكن الأصل أنا لا يمكن أن أرفع الخلافة فيها الحق فيها معمن يعني لما أقول أنا بما أن الحق فيها واحد والرأي فيها متعدد وهي قضية ظنية لا أسعى إلى رفع الخلاف فيها يعني ما في أحد يقول مثلا أخي الإمام الشافعي رحمه الله يضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة لو سألته هل هذا قطعا يقول لك لا يعني سؤال أدلة وضع اليد فوق السرة تحت السرة هل هي بقوة وحدانية الله في أحد من المسلمين يقول هذا يعني لو سألت المسلمين الله واحد قطعا تمام هل صلاة الوتر بيقعدين ولا بيقعد واحد تقول في خلاف هل تستطيع أن تقول لا بقعودين مثل وحدانية الله لا يوجد أحد من المسلمين قال هذا الكلام إلا جاهل لا يعرف شيئا من طب ترديد هذا السؤال أنه أيها على صواب أيها الحق لا طائل منه هذا الترديد ما الفائدة هي محاورة احتكار الحق لي مثلا وسحبه من عندك لما أقول أيها على الحق لما أقول أيها على الحق إذن أنت تطلب مني رفع الخلاف ورفع الخلاف مستحيل يعني في أحد يقول الإمام الشافعي كل ما قاله جملة وتفصيلا صحيح وغيره خطأ ما أحد قال هذا بالعكس أصلا الآن ماذا قالوا رأيي صواب يحتمل الخطأ طبعا هذا يحتمل في الأمور الظنية ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب وما في أحد من العلماء قال كل ما أقوله قطعي بدرجة أن الله واحد بدرجة أن الله قادر ما في أحد قال هذا الكلام هذا الكلام هذا الفهم للظنيات يريح الإنسان يعني بمعنى ما عد في داعي لإحتكار المسألة تجاهي أو تجاهك يعني بمعنى قناتت مثلا بعد تشاهدين أو في جلسة واحدة نعم فخلاص في المسألة ساعة نعم صحيح صحيح مسحت على ربع الرأس أو مسحت الرأس كاملا نعم أمسح وأنا مرتاح مطمئن صحيح هل يعني البعض عم يكون فيه تشنج في هذه المسائل بسبب عدم فهموا لهذا المستوى أنه ظني لأنه لا يفرق بين القطع والظني لذلك الإمام الشافعي الإمام الشافعي أول من دون أصول الفقه نعم كتاب أصول الفقه الإمام الشافعي تكلم عن سبع نظريات فقهية لا يحق لإنسان أن يتكلم في شرع الله إلا أن تكن النظريات في ذنه نظريات الاجتهاد أول نظرية تكلم عنها القطع والظني يعني أي مجتهد قبل أن يخوض بحر الاجتهاد يجب عليه أن يفرق بينما هو قطعي وبينما هو ظني لذلك العلماء صنفوا أصول الشريعة وفروع الشريعة هذا متقسيمي نعم أصول الدين وفروع الدين نعم ما في أحد قال كله أصول ما في أحد ما في أحد أعطيني واحد من الأئمة المعتبرين قال الدين كله أصول ما أحد قال هذا الكلام بالعكس القرآن يقرر الخلاف بعدين أخي نحن بدنا الواقع الصحابة هل اتفقوا على رأي ولا كانوا مختلفين في المسائل الفرعية كانوا مختلفين يعني مثلا أنا أضرب لك مثلا هل بالميراث هل الجد يحجب الإخوة يعني أنت عندك جدك وإخوتك نعم هل الجد يحجب الإخوة أو الجد يحجبهم يعني يحرمهم من الميراث فيأخذ الميراث أو يقاسمهم سيدنا عمر بالخطاب كان يرى أن الجد يحجب الإخوة سيدنا أبو بكر كان يرى أن الجد يقاسم الإخوة أخذ الشافعية بمذهب أبي بكر وأخذ الحنفية بمذهب سيدنا عمر طيب هذاني أبو بكر وعمر درسا في أي مدرسة؟ في مدرسة واحدة جميل وأخذا من نبع واحد واختلفا ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة هذا الخلاف لذلك في كثير مسائل يقال فيها كثير من المسائل قالها ولا يوجد نكير وفي أشياء فيها خلاف وفيها أخذ رد أنا ما أتكلم عني وعن شيخي أنا أتكلم عن المجتمع الأول الذي يمثل الإسلام في كماله وجماله وجلاله كان فيه خلاف في المستوى خير القروني قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب فهذا أفضل قرن صار في خلاف فلماذا ما سعى أبو بكر لرفع الخلاف رضي الله عنه أصلا لماذا شرعت الشورى في الإسلام إذا لمساء الكلها قطعية في داعي شاورك يعني في داعي أنا شاورك أقول لك هذا ثوب شو رأيكم يا أخوان هذا ثوب لا أخي هذا بسكليتا في داعي أنا أقول هذا الكلام مشروعية الشورى في الإسلام تعني أن القضية ظنية حمالة أوجه تحتمل أن يدلي كل واحد منهم بدلوه فلا يصح لأحد أن يرفع فيها الخلاف نحن تشوقنا المستوى الثالث إذا قطعي والظني قطعي والظني المستوى الثالث أمور ترجع إلى الخبرات الشخصية والتجارب الشخصية عجيب هذه هذا المستوى الثالث نتكامل فيه ولا نتصادم يعني مثلا الآن كنت أنا بعض الأخوة أنا أخي الشيخ عبد الرحمن أن هناك أناس يرون الإصلاح يبدأ من رأس الهرم صحيح هذه وجهة نظر وهناك أناس يرون الإصلاح يبدأ من أسفل الهرم وهناك يرون الإصلاح يبدأ من النفس أنا أزكي نفسي قبل أن أنزل إلى المجتمع هناك أناس تقول لك أنا أريد أن أعلم لكن أريد أن أغلب أنا أفتح معهدا أهتم بالتزكية ومعهد الثاني قال أنا أريد أن أهتم بعلم اللغة العربية هل أستطيع أقول له أنت مخطئ؟ نقول بالعكس أنا تزكية وأنت اللغة عربية وفلان دعوة هذه أوجه أوجه نعم لا علاقة لها بالأدلة بل هي عبارة عن أمور نتكامل فيها نجتمع فيها ولا نتصادم فيها ندرسها ونستفيد منها لذلك هناك أناس مثلا عنده وجهة نظر في الدعوة يعني أنا أضرب لك مثال جماعة الدعوة والتبليغ المشهورين بالأحباب جماعة مباركة لهم أعمال أنا لست منهم لكن أنا مطالب أبو حيان يقول في كتاب البصائر والذخار الإنصاف خير الأوصاف وإذا قلتم فاعدلوا الله قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوة فبيقول لك أخي هؤلاء عندهم أشياء مخالفة للدين طب كم نسبة الأشياء المخالفة للدين هؤلاء مثلا رأوا جماعة لهم أعمال حسناتهم كثيرة جدا عندهم بعض الإخطاء مثل أي مدرسة مثل أي مدرسة تمام يرون أن الإسلام ينتشر بالدعوة إلى الله أنا لست مطالب الآن أن أعلمه الفقه والعقيدة بالتفاصيل أنا مثل إنسان غريق أريد أن أخرجه من الماء إلى فوق الماء ثم بعد ذلك نعالجه يعني يقول لك أنت أنت الشيخ العالم في مسجدك أنت طبيب وأنا أنقذ الغريق أنا آتي به إلى المسجد وأنت أكمل معه لا يستطيع أحد أن يقول المنهج الوحيد لحل مشاكل الأمة منهج أهل الدعوة والتبليغ هذا ليس صحيحاً لا يستطيع أحد أن يقول أن منهج الوحيد هو التزكية فقط ولا داعية لبقية المناهج نعم كالعلم نعم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نقول منهج الدعوة والتبليغ غطى جانباً العلماء لم يغطوه في كثير من تفاصيلهم نعم منهج العلماء غطى جانباً أهل الدعوة لم يغطوه هذه خبرات نتكامل ونستفيد من بعضنا فيها وندلي بأرائنا طب أنا الملاحظ أن المستوى الأول يجمعنا نعم ومفترض أن المستوى الثالث كمان يعيد جمعنا وإن اختلفنا في الوسط أن نجتمع في المستوى الثالث طالما هي خبرات تكمل بعضها البعض نعم لكن يبدو أن المستوى الثاني عم يفسد للود قضية ويأثر على المستوى الثالث وبعدين مش عم نجتمع حتى كلياً يعني إذا علمت أنك في مكان لا أأتي للمكان كلياً إذا علمت أنك في درس لا أحضر يعني فلان يصلي في مسجد وفلان لا يصلي في هذا المسجد وهكذا ففي المستوى الثالث المفترض في التكامل كانه مؤثر عليه المستوى الثاني لأنه أنا مثلا مختلف معك في بعض الظنيات صحيح هذا شيء لأن إذا مثلا أنت قلت لي أخي يعني مثلا إذا أردنا أن نصلح شخصا ينبغي أن نأتي به إلى المسجد ونعلمه علم الفقه فأنت قلت لا أنا أرى ينبغي أن ننصحه ونزكي نفسه طيب الآن اختلفنا لماذا أنت تصلي في مسجد وأنا في مسجد نعم ما المسوغ ما العذر عند الله هل أنا خالفت في قضية من المستوى الأول اللي هي القطعيات يعني لماذا الآن إحنا أولا بحاجة أن نفهم هذه المستوى الثلاث ثانيا بحاجة أن نخالف أنفسنا وأن ننتصر للأمة لا للمذهب ننتصر للأمة أنا متعصب لأمته إذا صح التعبير لست متعصبا لمذهبي وبالعكس أنا مذهبي إذا فهمته بشكل صحيح لا أختلف معك وكل إنسان يدعي النسبة إلى مذهب يعني لو رأيت إنسانا يقول لك أنا شافعي المذهب لكن يعادي الحنفي هذا فهم المذهب الشافعي لا والله ما فهمه ولو رأيت حنفيا يعادي حنبليا نقول هذا ما فهمه بالعكس من أجمل مادة الحوار والمناظرة كل سنة أدرسوها نعم فيذكرون أن الإمام الشافعي أظن جرى بينه وبين ابن أبي ليلى أو غيرهم ما يعنينا الاسم خلاف في قضية فتناظر فأدل الشافعي بحجته وأدلته وأدل الطرف الآخر بحجته وأدلته لما انتهى الحوار اقتنع الشافعي بوجهة نظر ابن أبي ليلى أو ابن ربيعة والله ما عاد أن تذكر وابن أبي ربيعة اقتنع بوجهة نظر الشافعي يعني افترق المجلس كل واحد منهم تبنى رأس وجهة النظر الثاني حادي الإمام الشافعي ناظر شخصا في اليوم الثاني مر بجانب الإمام الشافعي ما سلم عليه قال إذا اختلفنا ألا نكونوا أخوة هاي فهم الأئمة يعني طيب أنا اختلفت أنوياك ما وصلنا إلى قضية تمام ما وصلنا إلى حل ما المسوغ شرعا للمعادة لفي ناس عندها رأي إنه هذا إذا خانفك أخي لا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تجلسوا معهم في مجلس وهؤلاء يا أخي كلامك مدروس ولا سطحي أنت ببغاء تردد الكلام الذي تسبعه بدون دراسة ليش لا تآكل يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل إلى مجتمع المشركين وجالسهم ودعاهم إلى الله طيب شيخنا في مقاربة لو كنت أنا وإياك في الصحراء مثلا وأنا وإياك مختلفين فكريا ولا نتكلم بس كنت أنا وإياك في صحراء وتعرضنا لهجوم من حيواني مفترس فرضا تجد أنه فجأة ترجو أنه ما تروح الفكرة تجد أنه نتفق على النجابي أنفسنا يعني أنا وأنت بصيرنا تعاون كيف نصعد شجرة ونهرب ولا نحمي لو صرخت علي أنت مثلا قلت لي أصعد شجرة وكذا ما بقول لك مثلا تأدب في الحوار لو سمحت ما بسمح لك تتكلمني هي قل لي الأستاذ فلان فلان بتلاقي تسقط كتير من الأولويات اللي عادة منتصار عليها من أجل أنه ننجي بأنفسنا وبعدين نتفاهم على الموضوع فشو اليوم عما يمنع أنه نتعاون والمفترس موجود اليوم قال إذا أنت دخلت إلى بيتك لا قدر الله نعم دخلت إلى بيتك فعندك يعني مدعو إلى وجبة عشاء إلى طعام العشاء ودخلت الموعد الساعة الثامنة وأنت الساعة السابعة في البيت فتقف أمام المرأة وتسرح شعرك نعم وتتطيب وتكوي ثوبك وتخرج بهيئة كاملة لكن لو دخلت لا قدر الله لا قدر الله فوجدت ابنك في الأرض ودمه على الأرض سقط من علو تمام ودمه على الأرض أنت سوف تمسك بالولد وتركض فيه في الشارع إلى أقرب مشفى قد تنسى أن تلبس الحذاء صحيح قد تنسى أن تسرح الشعر صحيح قد تنسى كل ذلك ليش؟ كأن القضية لعظمها تجعلنا نتنازل عن الشكليات صحيح لذلك هنا قضيها التي قلت لك ذكري بها سؤالك بيقولوا أولا عندي ثلاث أشياء أتمنى من كل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تتأمل بها وتطبقها أولا القضايا العلمية يناقشها العلماء ولا يناقشها غير العلماء الآن إذا في عندنا ظهر مرض في لبنان لا قدر الله وأردنا أن نجد له علاجا مرض مرض عضوي من يناقش بهذا المرض؟ طبيعي المنطقي من؟ الأطبة يعني أنا شيخ إمام مسجد وأنت إمام مسجد أو أنا مدرس لغة عربية وأنت مدرس رياضيات هل نتناقش فيها؟ لابد أن نسلم أن القضايا العلمية يناقشها أهلها واضح؟ نتقول نعم يعني نحن نبدأ نناقش الآن قضية مثلا القطعيات والظنيات من يقرر القطعيات والظنيات؟ من يقرر أن هذا قطعي وأن هذا ظني؟ مين؟ العلماء نعم كما من يقرر الدواء؟ الطبيب الآن أنا أريد أن أبني جدارا الآن من فترة حدث زلزال فصار في عندنا تشقق في بعض المنازل فاستدعوا مهندسا أن هذا الجدار يحتاج إلى تدعيم ولا هذا الشق لا يؤثر في الجدار فقال إذا الشق مثلا بالعرض خطير إذا بالطول ليس خطيرا من يحدد أن هذا خطر أو لا؟ المهندس أهل الإختصاص جميل جدا وأنا لا أخفيك من أكثر الشعوب كلاما فيما لا تعلم الشعوب العربية في الكورونا شهدنا ذلك الشعوب العربية يعني قال هناك فتاوة نفتي بها في المجالس العامة لو سئلها الإمام الشافعي لجمع لها ربيعة ومضر علماء ربيعة ومضر والإمام الشافعي يصفن فيها ويقول أعطوني وقتا ما في داعي ممكن شوفير سرفيس واحد لا أستقل أحدا من كل الناس على العين والرأس ممكن عامل ممكن طيان يعطي رأيا فيها مباشرة طب يا أخي الكريم قال من تكلم فيما لا يعلم التهم فيما يعلم يعني أنت اختصاصك هندسة كمبيوتر إذا تكلمت في الطب أنا بيصير في عندي شك في معلوماتك الذي في اختصاصك من تكلم فيما لا يعلم التهم فيما يعلم إذن أولا ركزها الأولا طبعا هاي ركز المشاهد أولا الأمور القطعية أو الأمور الشرعية نكونه نحن نتكلم عن مفهوم الأمة نعم الذي يحدد مفهوم الأمة والقطعيات والظنيات والخلافيات وما يقبل الخلاف وما لا يقبل الخلاف المستويات العلماء هذا متفقون عليه نعم في أحد يخالف في ذلك مع أحد طيب في أحد يقول لا أخي قال في في طبيب دخل إلى المشفى فحص مريض ف المريض معه غرغرينة فقال هذه اليد تحتاج إلى بتر قال اسمعوا انظروا ماذا سأفعل الطبيب المتخصص قال اليد بدها بتر وإلا سوف يشيع المرض في كل الجسم فوقف الطبيب جمع مستخدمي المشفى الذين يكنسون الأرض الطباخين في المشفى شفيرية السيارات الطبية في المشفى قال يا أيها الأخوة ما رأيكم أن نقطع يد فلان ألا حرام خطي ما بجوز من منكم مع قطع يده ومن منكم ليس مع قطع يده فالكل رفع إدلاء مع قطع يده لو أننا أطعناهم نكون أجرمنا في حقه هل نترك كلام الطبيب المختص لإنسان ليس من اختصاصه فإذا القضايا العلمية يناقشها أهلها أهل الاختصاص ودنميزنا اليوم في عندنا يوتيوبر يوتيوبر حاطط كتب تمام أهل العلم يميزون زيفه لكن الناس تقنع به هذا موضوع آخر للأسف نعم القضية الثانية إذن الأمور الخلافية يتكلم فيها العلماء ثانيا يناقشونها في المؤسسات العلمية وليس في الطرقات وعلى الأفران وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بعمل استفتاء هل لله يد أو لا أبو حسن قال له يد أبو علي قال ليس له يد أبو خلدون قال لا مين أبو حسن مين أبو خلدون مين أبو علي مثلا نعم نعم من إذن الأمور الخلافية أولا يناقشها العلماء ثانيا في الأماكن المؤسسات العلمية وليست بين الناس نعمل استفتاء من جيب طفل صغير نسأله أين الله قال هذا على الفطرة تمام نسأل إنسان مثلا سؤال بالعقيدة واحد مسك واحد في الطريق أنا أضرب مثالا قال له أنت أشعري ولا ما تريدي نعم أنت من الأشاعر أو من الماتوريدية قال شو يعني أشاعر وما تريدية قال رأيتم سأل الثاني قال هؤلاء على مذهبنا ليسوا مسلمين لا يعرفون الأشاعر وما تريدية قلت أيضا كمان أنا أسألهم في الطريق ما معنى أخفاء شفوي أدغام بغنى إذن هذا لا يعني في القرآن يعني يعني يأخذ دينه من الحكم من الحكم في هذا إنه صح وهذا خطأ الله أين الله له يد من الحكم يستفت الناس في الشارع قال هؤلاء على الفطرة أما العلماء جاهلون بذلك نعم فإذن الأمور العلمية الخلافية يتكلم فيها العلماء نعم ثانيا في المؤسسات فقط وعلى طاولات البحث العلمي وليس على الفيسبوك والسوشال ميديا ومواقع التواصل حتى لا نشتد الناس اللي ما عندهم ميزان أصلا يزيدون ضياعا نعم القضية الثالثة وفي أيام الأمن والسلم لا في أيام الفتنة وهذا سؤالك يعني مثلا أنا ساكن في بناية الطابق الأول مسلم الطابق الثاني نصراني الطابق الثالث يهودي الطابق الرابع بوذي اشتعلت النار في البناية هنا نحن مطالبون هل أقول له أنت بوذي كيف تثبت أن النار مثلا اجتماع حوار أديان هي إله أنا أقول له لا الله واحد أو متعدد هل لا أخو وقت الله واحد ولا متعدد الآن خلينا نطفي النار حتى نأمن على أنفسنا ثم نتناقش فلما بتكون الأمة تشتعل فتن عدوها من الخارج والداخل هل هناك داعي أن نشتت أنفسنا بالخلافات نريد أن نجمع شمل الأمة نناقش القضايا الخلافية العقدية في أيام السلم والأمن لا في أيام الفتنة أما في أيام الفتنة نحن مطالب أن نتعاضد أنا أخالفك في العقيدة لكن ينبغي مثل ما تفضلت أنت الآن أقول له لا تقول لي يا فلان قل لي يا أستاذ هذا وقت أن تقول لي يا أستاذ الآن وقت أن تنجو بنفسك فنحن اليوم أمتنا بحاجة إلى التفرق أكثر وإنما تأكل الذئب من الغنم القاسية نحن بحاجة اليوم أنا أسوي قناة على اليوتيوب الرد على ضلالات السلفية بحاجة إلى هذه القناة بحاجة أني أسوي قناة الرد على ضلالات الأشاعرة تفسيق علماء كذا تبديع علماء كذا وين النتيجة؟ النتيجة كنا عشرين صرنا ميتين كنا ميتين صرنا أربعمائة ازدادنا تفرقا وتتفاجأ بعد فترة أن أكثر هذه الأماكن التي تبث هذه السموم هي مواقع ليست للمسلمين أصلا لكن يقولوا لما بدك تيجي تقنع شوفوا هي قضية خطيرة جدا لما بدك تقنع إنسان بوجهة نظر منحرفة بدك تأتي بلباس مختلف يعني مثلا تعال أنت لناس مسلمين قل لهم القرآن خطأ بشكل تلقائي ماذا يفعلون؟ يرفضون شو القرآن خطأ؟ ممكن يضربونه لكن الخبيث ماذا يقول؟ يقول القرآن كلام الله بس أنا في عندي بعض الأسئلة فيبدأ يدس السن في الدسم هي أخطر يقول لك البخاري إمام لكن كأنه الحديث يخالف الآية أما لو جاء مباشرة قال كل هذا البخاري يكذب يرفض قال شوف رب العالمي ماذا يقول عن المنافقين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا تخذوا مسجدا مسجدا يعني مو ملها ليلي هذا ذكاء المنافقين أنهم طعنوا في الدين باسم المسجد نحن ما في داعي نطعن في الدين نفعل مسجدا شوفوا المقاصد والذين اتخذوا مسجدا هم كان غايتهم بالسيرة يقولون أولا نقرب المسافة لأن هناك أناس بعيدين عن مسجد قباء فنبني مسجدا للعجز والضعاف غاية جيدة القرآن كشف عن مكنونهم قال الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين تفريقا تفريق باسم المسجد باسم الله والنبي المسجد يجمع وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل يعني صار المسجد يجمع أصحاب الأسبقيات في الطعن في الإسلام لذلك جاء المنافقون حتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في العام التاسع لسجري قبل أن يخرجي إلى غزوة تابوك قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نريد أن تصلي فيه حتى يقال رسول الله صلى فيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام له مانو أنا أعد لغزوة يعني إذا رجعت أصلي فيه فنزل الوحي عليه بعد لما رجع يقول له هذا المسجد مسجد ضرار تمام فأمر النبي بهدمه عليه الصلاة والسلام فاليوم في عندي صفحات فيسبوك ضرار وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وأرصادا لمن حرب الله ورسوله من قبل وليحلفون وصفحات شو صفحات مو باسم الضد الإسلام صفحات القرآن صفحات السنة صفحات المذهب لأنه لا يمكن أن يشكك في الدين إلا إذا أخذ لباس الدين وهذا الفكر لازم يكون نحن عندنا وعي كامل فيه في عندي مشايخ ضرار فنحن لسنا بحاجة اليوم نحن بحاجة أن نجمع الشمل طبعا أنا كثيرا أتكلم في الدروس عن هذا يؤسفني بعض التعليقات أشفق على أصحابي أنت تتزين حتى تقنع الناس واحد كاتب لي والله إنك تعلم أنك كذب يقسم بالله أنني كذب طيب هل شققت على قلبي هل شاركت هل سرت شريكا لله في العلم بمكنون الصدور سبحان الله العصبي حبك الشيء يعمي ويصن العصبية بتخلي الإنسان يشوف الأبيض أسود والأخضر أحمر طب شيخنا قلت على هذا الخلاف نحن في مبنى يحترق ما في ترف الخلاف حاليا أنه نعد نتناقش في مسائل بدنا نطفئ هذا الحريق لو وجدت إنسان عنده هذا الترف ما معناها إذا رجعنا للمسألة بيأثر رجعي نقول معناها أنه لا يشعر بالحريق كليا أنت قلت طالما نحن من أمة واحدة والأمة الآن تتعرض لشيء فالأصل نقوم نرفع هذا الدولار بعدين نعود للخلاف والمسائل الظنية وغيرها فوجود شخص مثلا عنده هذا الترف الخلاف وراحة البال يفتح المسائل الخلافية ويطرحها على كل المساحات الإعلامية وفي كل مكان مع تهوم مش كأنه لا يشعر بهذا الخطر ولا هو يرى أن هذا الخطر من هنا لا أظن لا أظن أولا أن أحدا من المسلمين على وجه الأرض يقول الأمة قوية وبكامل الخيرية نعم الجميع يشهد بضعفها تمام يعني رجل تراه قال أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه نعم تمام يعني رجل يمشي على عكاز تمام لا أحد يقول هذا يلعب الجنباز مثلا ما بين يمشي على عكاز الإسلام نعم قوي قوي بمعنى أنه لا يمكن أن يموت لأن الله سيتم هذا الأمر بوعد النبي عليه الصلاة والسلام والله ليتمنا الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على الغنم ولكنكم تستعجلون لكن أنا في حد بيقول الإسلام الإسلام أخي فعلا يعيش كامل الخيرية الآن بالعكس كل يوم يأتي على الأمة الذي بعده شر من الذي قبله تمام لكن لو فرضنا أنه في إنسان يعتقد هذه العقيدة نقول له يعني إذا كنا بخير ما في مشكلة نتناقش بآداب النقاش نعم وأداب الحوار شوف في آيتين في القرآن أنا أنصح كل إنسان يجعلهما منهجا للنقاش الآية الأولى يقول الله عز وجل قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون بسورة سبا قال نسب الإجرام لنفسه والعمل لغيره تأدبا عجب مع أن السياق شو لازم يقول قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تجرمون ومن سواك بنفسه ما ظلم تمام قل لا تسألون عما عملنا ولا نسأل عما تعملون قال قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون احترام المخاطب قل إنا أو إياكم وهذا بيسموه بالبلاغة التشكيك يعني قل إنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يشك أنه على هدى أو لا يعني هو يقول لهم يا نحن صح أو أنتم هل النبي عليه الصلاة والسلام يشك لا يشك لكن من باب احترام وجهة النظر الآخر قل إنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين السيدة عائشة ينقل لها نص عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه تقول رحم الله أبا هريرة تقالفه يا أخي في بعض السلف منقول عنهم الشدة مثلا قال يقول للإمام مالك في البيع بالخيار أو مسألة من مساء الفقر المالكي اعرضوا عليه الرجوع فإن رجع وإلا فاقتلوه أي ممكن تجد واحد أخطأ من السلف أي المشكلة قد تجد واحدا متعصبا الإمام مالك أفتى بكسر يده في عصره بعض العلماء وكسروا يد الإمام مالك موجود التعصب بكل عصر لكن هؤلاء خرجوا عن السرب طاروا في غير سربهم السرب أنه نحن نعم فيه أما قد تجد أنت عالما من السلف عالمها عنده عصبية هذا طبيعا لكن أولا ليس قد ولي بذلك بعدين نحن نحن نحفظ ونقرر بأن هؤلاء ليسوا معصومين تمام ليسوا معصومين فممكن يقع في خطأ الشافعي يقع في خطأ يعني سيدنا ماعز ماذا تعرف عنه أنت سيدنا ماعز هديث الزينة والرجم أصلا سيدنا ماعز هل تعرف شيئا من فضائره لا نعرف عنه إلا أنه زنة وماذا نقول عن بر سيدنا ماعز يعني زنة وما أسقطنا عنه الصحبة والغامدية في صحيح مسلم التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لقد تابت توبة لو وزعت على أهل مدينة وزعتهم تمام زنت يعني الزنة كبيرة من الكبائر فقد يقع صحابي في كبيرة تمام أين المشكلة أن تقول لي ابن خزيمة قال لا تؤكلهم ولا تشاربهم قد يكون أخطأ ابن خزيمة أين المشكلة نعم نقول له أنت مخطأ نحن نرى وجهة نظر عالم آخر طبعا أنا لست في مقابل أخزيمة لكن في عالم آخر يعني بمستواك قال نؤكلهم ونشاربهم قالوا من رسول قالوا الشعبي أفضل أو أبو حنيفة أحد العلماء سؤل قالوا والله ما أرى نفسي إلا كذبابة قارن بين جبلين ما عندي أهلية أن أقارن اليوم لا اليوم شو من الأشياء المضحكة بيطالعوا يوتيوبر رأيي في الإمام الغزالي مين أنت لا تعطي رأيك مين أنت يا أخي الله يرضى عليك أنت يعني حابب الأضواء خلاص بنعمل لك أضواء بروبوغاندا وهالة إعلامية وخلاص يقول لك أخي واحد كاتب رأيي في الإمامة بحنيفة مين أنت يا أخي أنت شو قارئ أحدهم سئله سؤالا قال له أنا أريد أن أسألك النووي عقيدته الصحيحة أو فاسدة قال له هل يمكن أن تذكر لي سنن الاستمجاء وقال له الاستجمار يعني قال عليه الصلاة والسلام من استجمر فليتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج قال تذكر لي سنن هاي سنن الاستجمار قال لا قال له أنت مؤهل أن تتكلم في هذه القضايا فسبحان الله من أضرار المواقع اليوم التواصل هاي بيسموها تعويم التفاهة صار تافه الذي لا شأن له هو يتكلم في أمور العامة هذا زمن الرواب يضح نعم نعم طيب نشوف إذا أنا طالب نجيب استرجع لي النصائح الله يبارك فيك بداية أسمنا الوضع إلى ثلث مستويات الواقع أو النص أو الحال ما أدري إيش هو بس أسمناها الثلث مستويات المستوى الأول هو القطعي والظني أو القطعي هو قطعي القطعي وسميناه الكليات والحق فيه واحد وحق فيها واحد ورأيه فيها واحد وفي المستوى الثاني نأتي إلى مساء الخلافية الحق فيها واحد لكن يتعدد فيها الرأي الرأي فيها متعدد ولا يطلب فيها رفع الخلاف هذه أهم مسألة تعرف ما معنى يطلب فيها رفع الخلاف يعني أن تجعل الظنية قطعية وهذا مستعيد في المسألة الثالثة كأنه صار العرف أو خبرات الناس وجهات نظر نتكامل فيها خبرات حياتية يومية تخدم هذه المستويات نتكامل فيها ولا نتصادم الأمر فيها أقل شأن من القطعيات والظمنيات في الثلاث مستويات نحن ننتمي إلى أمة واحدة ثانيا المسألة الثانية المسألة الثانية أنه ننتبه إلى ثلاث ملاحظات في التكلم عن فيها التقسيمات يتكلم فيها فقط العلماء العلماء أهل إخدصاص وعلى طاولة بحث علمي وليس في الأماكن العام وفي الأفرام والقنطات والمكاري والفيسبوك نعم جميل ثالثا في زمن الأمن لا في زمن الفتنة في زمن الفتنة مطالبون أن نتخلى عن هذه الجزئيات حتى ننجو بأنفسنا أولا ثم بعد ذلك نرجع للنقاش بالمسألة الخلافية الله يبارك هذا الكلام الذي أقوله لك حقيقة هذه مادة من فهم أصول الفقه وطبقه وليس على الفقه على واقع الحياة أصول الفقه قالوا معناها أصول الفهم يعني أصول فهم الكتاب والسنة ومن ليس عنده هذه الأصول ليس عنده أصول فهم هذه المادة نحن أحوج ما نكون إليها ترجمة نانسي قنقر